إذن أكو فكرة من قناة الأيام أن تتبنى طلبات الشباب أن نعمل على منصة معينة من خلال برنامج معين في قناة الأيام مع الوزير تهتم بشؤون الشباب تطرح الأفكار الشعب يطرح فكرة يريد سؤال مشروع معين ونتواصل مع معالك حتى ننضجها وإحنا نكون وسيلة ما بين الشباب وما بين معالكهم حتى ننضجها الأفكار وندعم الشباب إعلاما ممتاز إحنا عندنا مشروع اسمه القروض الميسرة المدرة للدخل وهذه الدائرة لها صندوق اسمه صندوق القروض المدرة للدخل والصندوق أسسه في عام 2012 ووضعت له موازنة 262 مليار طبعا الموازنة لم يخصص له أي مبلغ من 2012 إلى اليوم 11 سنة فقط الـ 262 مليار هذا المشروع منح بعض القروض بعنوان القروض المدرة للدخل اللي هي حاضنات الأعمال طبعا عددها 163 قروض هذه هي قروض ناجحة 99% من القروض الأخرى اللي هي 8 مليون أو 10 مليون كانت قروض غير منتجة إحنا مشروعنا الآن والليوم صوت عليه مجلس النواب قدمناه إلى مجلس الوزراء صوت عليه عدنا قانون القروض الميسرة أولا طالبنا برئيس مال ترليون ومئتين مليار للصندوق على مدة ثلاث سنوات في كل سنة 400 مليار وفعلا تم التصويت على 400 مليار في هذه الموازن وعدنا نصيغة الإقراط سويناها ثلاث مستويات محمد طالبنا بيان يكون المستوى الأول يبدأ من 20 مليون إذا كان المقترض فرد ثم 50 مليون إذا كانوا 5 فما فوق و 100 مليون إذا كانوا 10 فما فوق اليوم صوت عليه مجلس النواب ويبدو أن مجلس البنك المركزي رفض المئة مليون لأنه تحت عنوان أنه 100 مليون معناتها ليس مشروع صغير فصوتوا اليوم مشكورين الأخوة والأخوات في مجلس النواب وعلى أنه القرض إذا كان لفرد واحد 20 مليون وإذا كان لشخصين 30 مليون وإذا كان لربعة أشخاص فخمسين مليون فإحنا رايحين في هذه الأربعمائة مليار هذه القروض فقط للقروض المنتجة للمشاريع فأي شاب من قناة الأيام أو من أي عنوان آخر يأتينا بمشروع متكامل سنوفر له 20 إذا كان لوحده 30 إذا كان معه شريك وخمسين إذا كانوا 14 إذن الله بركة الله هذا الاتفاق المباشر يعني أمام الناس سيكون إحنا جزء ميسر أمام معاليكم نكون رابط ما بين الشباب وما بين وزارة العمل الشواجتماعي شكرا